قد تختلف الإدارات وتتبدل الوجوه في البيت الأبيض لكن طبيعة تعامل واشنطن مع الملفات الداخلية والدولية تبقى على قدر كبير من الثبات مع هامش بسيط تفرضه شخصية كل رئيس أمريكي الرئيس بايدن لم يخرج لغاية الآن عن السياق المتبع من قبل أسلافه في التعامل مع ملفات شرق الأوسط حيث وقع مرسوماً مدد من خلاله حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالأوضاع في سوريا والعراق لعام آخر وهو ما سيسمح لواشنطن بمواصلة تجميد ممتلكات وأصول عدد من الأشخاص المرتبطين بالحكومة السورية وهو ما دأبت عليه الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ عام 2004 واشنطن كانت قد أعلنت حالة الطوارئ في العراق في أثناء حربها عليه قبل سنوات لتعامل مع ما عدته تهديداً للأمن القومي والسياسة الخارجية وصولاً لتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية في العراق أما الآن فإن بايدن أكد في المرسوم الذي وقعه أن العقبات لا تزال تعترض إعادة إعمار العراق واستعادة السلام والأمن في البلاد والحفاظ عليهما المرسوم الأمريكي تحدث عن ممارسات النظام السوري قائلاً إنها تشكل خطراً على السوريين وتولد أيضاً حالة من عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة فضلاً عن إدانته العنف الوحشي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي يمارسها النظام السوري وحلفائه في روسيا وإيران الإجراء الجديد لإدارة بايدن يثبت مرة أخرى أن واشنطن قد تبدأ أحياناً موقفاً مرناً بعض الشيء لكنها تظل على صلابتها وصرامتها فيما يتعلق بالخطوط العريضة في سياستها بالشرق الأوسط والقائمة على احتواء الخصوم أولاً عبر المزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية والعقوبات تجريدهم من الأذرع التي يمكن أن تساعدهم في تنفيذ سياساتهم وهي سياسة يبدو أن إدارة بايدن لن تتخلى عنها في المستقبل المنظوري على الأقل